اليوم راح نتعلن كيفية ازالة الـ background أو الخلفية من على الأشياء المعقدة مثل الأشجار وغيرها نفعل Duplicate Layer على هذا الـ Layer الأصلي Ctrl-J أو Command-J في الماك سنحدث لدينا طبقة الأصل من الأصلية نشيل العين ونتيم على الطبقة الأولى ونستطيع الـ Channels إذا لم يوجد الـ Channel هنا نذهب إلى Windows ونرى الـ Channel موجود نذهب إلى Direct اللون الأزرق ونكرره طبق الأصل نسحبها على هذا الآيكون ونصير Blue Copy Direct Control L Level أو Command L لدينا ثلاث نقاط موجودة نقطة لجهة اليسار نجيبها يمين عساس أزيد اللون الأسود في الصورة والنقطة اللي في البداية نجيبها على جهة اليسار عشان الـ Highlight يزيد ويختفي تختفي الأمور الموجودة هنا نضغط OK الحين في عدنا هنا دائرة مقطعة نضغط عليها راح تضلل الخلفية نضغط على الصورة من هذا الجانب نرجع على Layer Direct نروح على Layer Mask إذا سوينا Layer Mask راح تتفرغ يتفرغ الشيء اللي احنا مضللينه ولذلك احنا راح نسوي بالعكس نعمل Ctrl-Shift-I راح يتضلل الشيء اللي احنا مسوينا ونضغط الـ Mask راح نشوف الشجرة تفرغت ولكن على أساس نكون على وضوح نضغط بالـ Alt بعدين نضغط Layer Mask راح نشوف أشياء موجودة نحتاج أن نشيلها نروح على لبرش أوكي وبعدين من القائمة وبرلي ونبسح في هذه الأماكن اللي ما انشالت بشكل كامل هذه الأماكن لما نتأكد أنه صارت أبيض وأسود بهذه الطريقة نريد نرجع على الـ Alt ونضغط الصورة وبهذه الطريقة نكون نفرغنا الصورة بشكل كامل هذه الصورة قبل وبعد قبل وبعد أتمنى لكم الاستفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته